ورحبا حضراتكم مرة تانية احنا كوني يوم والتاني بقى بقى نسمع مؤخرا عن ابتكارات اختراعات في سوق التكنولوجيا وتحديدا سوق الروبوتات حول العالم من نسمع عن روبوت بيشتغل في المطاعم والكافيهات وبيقدم الطلبات للزبائن الموجودين روبوت تصمم على هيئة انسان عشان يقوم بمهام الموظف اللي بيكون قاعدة على مكاتب روبوت ممرد وطبيب بيساعد المرضى على تلقي العلاج والكشف عليهم وكمان مؤخرا بقينا بنشوف اللي استعاننا بيتامل استعاننا بروبوت عشان يعملوا عمليات معينة طبعا عن طريق الدكاترة ولكن نشايفين دلوقتي انه فيه كمان الموضوع ده بقى موجود طبعا ده مع الطفرة كمان اللي حصلت في سوق الروبوت في العالم تدنينا نتخد على مستقبل ولادنا اللي هيتخرجوا في المستقبل يمكن احنا كمان بنتخد دلوقتي على سوق العمل ومتطلبات سوق العمل هيكون شكلها عامل ازاي هل بالفعل الروبوت او الروبوتات تقدر تحل محل البشر في الوظائف او انها تقدر تقوم بوظائف البشر وزي ما احنا بكلم مع حضارك حتى الازاعة يمكن شوفنا برضو في وقت من الاوقات في مزعين روبوت فخلينا نعرف كده النهارده ونسأل عن الموضوع ده زي ما قلت لحضارتكم في ظل وجود الطفرة التكنولوجية في مجال الدكاء الاصطناعي والروبوتات ايه الوظائف والاعمال اللي ممكن تكون متوفرة للشباب وازاي ننتصر على هذه يعني مش هقول ننتصر على الطفرة التكنولوجية طبعا لانها برضو محمودة الى حد كبير ولكن نشوف ازاي نقدر نتوائم ونتعايش معاها في ظل هذه التكنولوجيا وازاي نقدر يكون لنا دور في المستقبل كلام كتير جدا هننقشه نهارده مع دكتور رقفة يوسف أستاذ الإدارة والتخطيط وخبير التامية البشرية صباح الخير حليك دكتور نوارنا صباح الخير حبي فالانتاين حبي فالانتاين يعني في البداية كده هل مفروض نخاف ولا لا تظل نحن شايفين دلوقتي روبوتات بتقوم بوظائف البشر ووظائف عديدة الحقيقة كنا كمان في بعضها كنا بنعتقد انه دقيق فهل بالفعل مفروض ان احنا نخاف ولا لا والسؤال هنا هو مين اللي عمل الروبوت عو البني آدم يعني احنا بنعتبر التكنولوجيا دلوقتي او البزنس دلوقتي عامل زي القطر بيمشي بسرعة معينة لو انا مقدرتش اواكب السرعة دي فانا خلاص بقيد بعيد تماما عن القطر ده فهو طبعا معروف بالبزنس انه التكنولوجيا بتعمل حاجة اسمها تكنولوجي او تكنولوجيا اللي هي البطالة الالكترونية بس البطالة الالكترونية المين للشباب اللي هو مش قادر يتواكب مع التكنولوجيا بس على الاول موعد ما حد يقولي اصلا انا ماليش في التكنولوجيا تقولي ازاي ما هو العصر دلوقتي عصر تكنولوجيا والتكنولوجيا دلوقتي برضو مش مقصورة بس فيه موضوع الروبوتس نحن عندنا ثلاث حتة اساسين جدا الحاجة الاولانية اللي هي فكرة الزكاء الاصطناعي ان انا احول البني ادم سوري احول الروبوت الى بني ادم دي اول حاجة حاجة التانية عندنا حاجة اسمها انترنت الاشياء انه الماشينز او المكن يبتدي يتواصل مع بعض كما لو كانوا بني ادمين يعني انا عندي التلاجة في البيت نزبط السيستم بتاعها انه لما مثلا عدد الايتم الفلان يقل التلاجة تلقائية انتبعت للسوبر ماركت تقول له هاتلي الحاجة الفلانية النقطة التالتة في التكنولوجي فكرة الديتا مايننج او اللي هي البحث وراء المعلومات يعني عايز اقول حاجة صغير ليفر بول بيفوز ازاي ليفر بول مش بيفوز باللعيبة بتاعته بس عنده واحد اسمه ايان جراهام ده رئيس قسم الابحاث عنده بيحلل المباريات ويطلع لهم معلومات ويقول لهم اشتغلوا على الخصة دي الراجل ده بيكسب فلوسه بقى ملياردير من تحليل المعلومات فتحليل المعلومات احد الاجزاء الاساسية فيه واحد تاني برضو يا ريت المشاهدين يدخلوا يتفرجوا عليه اسمه نيت سيلفر الراجل ده اللي توقع فوز اوباما في 2012 بياخد المعلومات وطلع ارقام اوباما في كل الولايات بالزبط وعنده موقع حلو جدا ريت الشباب يدخلوا عليه اسمه 538 الناس دي بتكسب فلوس منين يوظيف جديدة انتجتها تكنولوجيا طب حدتك قلت ان الانسان هو اللي عمل روبوتس او هو اللي بإمكانه انه يعمل حاجات ذي هل وارد انه يفقد السيطرة عليها في يوم الايام؟ inated هو انت اللي بتعملها ازاي تفقد السيطرة عليها يعني انت دلوقتي لو انا دلوقتي عندي البرنامج بتاع الروبوت دا انا البرنامج معي يعني بالبلد كده ريموت كنترول بتاعه معي فانا هفقد السيطرة علينا دي حقيق والحاجة التانية برضو حاجة يعني أنا برضو أحبب نتكلم بشكل عملي عشان الشباب يفهمين طبعا أبتدي إزاي يعني أنا دلوقتي عايز أبقى زي ما جبان قالت مش عايز القطري فطني وبقى لقي نفسي أنه دلوقتي بيقولولي لا أنت مش هتستغل لأنك مش فاهم الحاجة الفلانية هو دلوقتي في مواقع موجودة على الإنترنت اسمها الفريلانسنج ويب سايت أو مواقع الهواة يعني إيه حاج شركة دلوقتي ليه أروح أتعامل مع وكالة سواء وكالة أعلانية أو أي وكالة تعمل لأي حاجة ما أروح لهاوي الهاوي ده هياخد مني فلوس أقل وربما يعمل للخدمة بنفس الكفاءة طب الهاوي دي هليعمل ليه بسعر عشان ما عندوش شرك ما عندوش موظفين فبالتالي هو بيقدر يشتغل عندنا حاجة مثلا اسمها أبورك فيه شاب مصري لطيف الساعة بتاعته على أبورك بخمسمائة دولار فده ليه عشان طور نفسه فيه حاجة اسمها فريلانسر بالاسم كده فيه حاجة اسمها فايفر هي جاي من كلمة فايف يعني خمسة كل حاجة عليها بخمسة دولار فيه حاجة التقليد المصري بتاعها اسمها خمسات فيه حاجة اسمها مستقل طب أنا هعمل إيه على الويب سايتز دي أنا بتعلم حاجة معينة إزاي أعرف أعمل موقع إزاي مثلا أعرف أعمل ديزاين فأنا بتعلم حرفة معينة وادخل أحط شغلي على المواقع دي الشركات اللي عايزة حد بكفاءة معينة في مجال معين بيدخل يتفرج على شغل حضرتك يعجبه شغلك فيقولك طب يشازي احنا عايزينك تعمل لنا كذا يبعتلك الشغل وياخد وانت تاخد الفلوس منه فأنا عملت إيه وجدت لنفسي فرصة والشباب كمان ممكن تبقى حاجة لنطيفة جدا ده ممكن إيه الفلوس لمصر لأن أنا ممكن أتعامل مع ناس برا مصر وبأرقام كبيرة وفي نفس الوقت ممكن أعتبر ده وظيفة تانية يعني أنا بشتغل شغلية الأساسية عايز حسن داخلي طب ما أنا عندي حاجة هو يعني فيه شاب اسكندراني على ما أعتقد كان بيكسب في شرح حولي خمسين ألف دولار منين؟ من القصة دي فدي حاجة مهمة جدا بدل ما أعود أندي بحظي وأقول أسأنا مش لاقي شغلانة ما أنت عندك شغلانة وكل الوظائف اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا مش من السهل أن حد يقلدك فأنت لما تبقى شاطر فيها لكن دلوقت للأسف ودائما بيقى فيها مجال التطور دائما دائما فيه عندك فرصة أن أنت تطور من نفسك أكتر دائما دا حقيقة طيب دكتور يمكن حضرتك كلمت عن فكرة البيانات وجمع البيانات وتحليل البيانات وتحليلها طبعا تمام بس برضو هنا هيجي السؤال مثلا في دماغ المشاهدين مثلا هيدور في فكرهم أنه طيب ما هو حتى لو هنتكلم عن الديزاين وهنتكلم عن الألوان وكل كلام دا ما هو ممكن يحصل على فكرة برضو عن طريق أوتوميتد يعني طريق برضو أوتوماتيك نقدر ندخل مثلا وفعلا فيه ويب سايت مثلا أنا عايز أختار كلمة لبراند فيها حروف معينة أو فيها كلام معينة أو عايز لوجو معين دا بيطلع على فكرة وبنلاقيه فعلا وموجود وممكن استخدامه هنا بقى السؤال بيقول هل إحنا لازم كبشر وصحيح إحنا لطورنا الروبوت وصحيح معانا الريموت كونترول بتاعهم بس لازم دايما نكون سابقين بخطوة عشان إحنا نفسنا ما ننتقصرش يعني بشكل ناجاتف أو بشكل سلبي فعايز أعرف من حضرتك هل متطلبات سوء العمل في الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية دي قصوا بيها السنين اللي جاية هتختلف هيبقى فيها متطلبات أخرى إحنا بالفعل شفنا كمان استحداث أصلا كليات وتخصصات جديدة والدولة واضحة تم بقالها فترة بفكرة الرقمنة وفكرة الزكاء الاصطناعي ليه لأنه ده المستقبل الموجود يعني ده ما بقول للشباب لازم الإنجلش تعبه كويس لازم أبقى فاهم تكنولوجي كويس بس من نسبة للسؤال حضرتك هو ممكن الزكاء الاصطناعي في يوم الأيام يبقى بديل الزكاء الطبيعي مستحيل يعني هقول لحك مثال بسيط جدا جوجل تقدر يتدخلي عليه تكست يترجمه لك مستحيل هيطلع بنفس الكفاءة بتاعة البني آدم وبالتالي أنا بعمل إيه بدخل التاكست ده على جوجل يترجمه لي بس أنا برجع أعمل إيه أرجع أبص عليه عايز صياغته مرة تانية دي حاجة حاجة تانية هو الروبوت دي بتشتغل إذا أنا اللي بدخل لها المعلومات فأنا حتى فيه قاعدة في التكنولوجي جاربش إن جاربش أوت يعني لو دخلت حاجة مش نظيفة أتطلع لي حاجة مش نظيفة ففي الآخر وجود البني آدم مين اللي بيطور الروبوت ومين اللي بيطور التكنولوجي هو البني آدم فأنا محتاج البني آدم على طول عشان يساعدني إن أنا أتحرك لقدام لكن الفكرة أنا لو قفت في فترة معينة هلاقي التكنولوجي والروبوت ربما يبقى أكثر زكاء مني بقى كده خلاص فقط القدرة أن أنا ألاقي وظيفة أشتغل فيها وعايز أقول حاجة برضو والشباب للأسف في مصر بعضهم بيستسهل أسهل وظيفة نشتغل فيها إيه نشتغل في السواء في الشركة خاصة ولا شركة عامة السواء دي في حد ذاتها مش وظيفة يعني أنا عايز أدور على حاجة يكون فيها تميز ممكن أخذ الوظيفة دي كشكل مؤقت لكن مش دي الوظيفة لأن هي أسهل حاجة أي واحد ما عندهوش إمكانيات يقولك أتعلم السواء بسواء هي قصة مع مصر مش هتمشي كلها بسوائين يعني نروح نشوف مثلا تيسلا مثلا بره الراجل ده إزاي هو بشكل أو بآخر قدر أن هو يحمل هذا الكيان العظيم جدا الراجل ده في الأول طلع كذا ساروخ وفشل بعد كده بقى كل وكالات العالم دلوقتي والوكالات العظيمة بتاخد سواريخ منه لأنه كان عنده إسرار وقال أنا لازم أجرب مرة واثنين وثلاث الفكرة الإسرار في التكنولوجيا بالذات هي أحد نقاط النجاح مستحيل هتنجحي من المرة لازم تجربه مرة وتفشليه مرة تانية وهكذا طيب الجميل كمان في الموضوع دكتور قلت أنه المواقع موجودة ومتاحة لأي حد يتعلم عليها أنا مش لازم أكون بدرس أصلاً زكاء إصطناعي أو في كلية زكاء إصطناعي بدرس أي حاجة تانية بقص المواقع اللي أنت مش بتتعلم عليها أنت بتتعلم على أي موقع اللي هي علاقة بالحاجة اللي هي تتعلمها وتدخل تحط شغلك دي مواقع توظيف أعرض شغلي بقى تعرض شغلك وهو ما يشوف شغلك هيعمل إيه؟ هيبعتلك مرة في اتنين في ثلاثة كمان كل ما يزيد شغلك كل ما الهيستوري بتاعك أو التاريخ بتاعك يقول أن الرجل ده شاطر وعمل عدد ساعات الفلانية بتعرف تعمل صور بتعرف تعمل تزين صوتك حلو اللي هو الفويس أوفر بتدخل تحط كل حاجة دلوقتي يعني حتى الشركات دلوقتي بيقولك أروح لوكالات لي أدفع فلوس أكتر لي ده فتح لي مجال حلو جداً للشباب بس الفكرة بقى هل أنت شاطر أنك انت تدخل تدرس حاجة وتدخل تحط نفسك على السايتس دي ولا هتقعد بقى تقولي أصلاً مش عالك وفي ويب سايتس كمان تعلمية أكيد برضو عشان تطور نفسك هذه حقيقة يعني أنا مثلاً عايز أتعلم مثلاً حاجة بسمية الاس اي او حاجة ليه علاقة بالمواقع بتعلمها على مواقع معينة وادخل أحط شغلي على مواقع التوظيف اللي أنا ذكرتها طيب دكتور حضرية تكلمت كمان في نقطة مهمة أنه دلوقتي الروبوت عبارة عن يعني آلة البني آدم صنعها وبيدخل عليها معلومات أو أوامر أو ما إلى ذلك عشان تقدر تنفذ اللي بيطلب منها من قبل البشر طيب معنى كده أن احنا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي واللي جاي الموضوع معتمد على مطور التكنولوجي أو مدخل البيانات أو مدخل الأوامر ده بقى في كل المجالات فهل بالتالي الدكتور المهندس أي مكان بقى المجال اللي بنعمل فيه لازم يكون عنده جانب من فكرة التطوير التكنولوجي ومهارة إدخال البيانات ويبقى عنده قدرة على الابتكار وبالتالي هنتكلم برضو في تعميق فكرة دراسة التكنولوجيا في كل أنواع الدراسات والتخصصات والمجالات تحيي الفكرة أنه المهارة الأساسية اللي عايزها في الشخص عشان يقدر يواكب التكنولوجيا أن يكون عنده مهارات إبداعية ودي طبعا هي مش موجودة عند كل ناس بنفس الدرجة بس ممكن تتنمى في حدود معينة بس احنا بنقسم البناء أدمين إلى شخص عنده النصف الأيمن من مخ مسيطر وناس النصف الأيسر من مخ مسيطر الراجل أو البناء ده من النصف الأيسر من المخ وعنده مسيطر بيميل أكتر إلى الأرقام فده يبقى شاطر جدا في حتة تحليل الأرقام والبيانات النصف النصف الأيمن من المخ هو المسؤول عن الإبداع والابتكار فده اللي يقدر يختاري عليه حاجة فاحنا محتاجين أن الشاب نفسه يحلل نفسه وأنا بميل أكتر لنحية الفصل الأيمن أو الفصل الأيسر عشان لما أجي أختار حاجة أمشي فيها أو مشكلة الشباب أحيانا أن أنا بدور على الحاجة اللي بجيب فلوسه وخلاص طب هل ماشي مع إمكانياتي؟ وإننا كلنا عايزين بقى محمد صلاح طب أنا ما عنديش المهارة بتاعت محمد صلاح أنا شاطرتي أنا ممكن بدكوش بحقيقة حاجة مهمة جدا للشباب أن أنت تحل الإمكانياتك كويس جدا عشان شوف أنا قادر أشتغل إيه في مجال التكنولوجيا فيه حاجات كتيرة جدا أنا همشي في إيه؟ يعني مثلا فيه ناس النصف الأيسر أنا عندهم قوي جدا حبي يدخل في حاجات التكنيكال العنيفة جدا تحليق إزاي أعمل ويب سايت إزاي أدخل أعمل لغة الويب سايت فيه ناس يقولك لا أنا ما عنديش الحتة دي أنا بحب أنا كنت شاطر في التعبير وأنا صغير عندنا في التكنولوجيا حاجة مهمة جدا اللي هو صناعة المحتوى وهذا جوز إمن التكنولوجي لها الكونتنت فأنا هدخل في الحتة دي فشاطارة الشخص يختار الحاجة اللي ماشي مع الإمكانيات بتاعه طب ده بيختاره هو شاب ده بإمكانه هو يختاره شاب وللأمان الشديدة لو أنت شاطر مفروض أنه ابنك هو في المدرسة بيجي لك تقرير من المدرسة بيقولك الولد بيمين لكذا أو لكذا فأنت تبتدي الولد وهو لسه في ابتدائي تبتدي تدخله بعض الكورسز اللي تساعده أنك تنمي الحتة دي ده كان الصغير للأهالي هيعملوا إيه مع الأطفال يعني إحنا كنا الفترة اللي فاتت كنا بنقول لولدنا الإنجليزي والكمبيوتر ليه الحاجات يعني بقيت مرحلة متقدمة عن مراحل كتيرة زمان لكن دلوقتي هنعمل إيه معاه هو أنا عايز أقولك حاجة صغيرة عشان الولد ينجح لازم الأب يكون متطور على مستوى التكنولوجي لأنه أحياناً الأب بيبقى بعيد خالص هو الأم لدرجة الولد مش يعني حتى بيكون اتعلم شوات حاجة أنا حاس أن بابا سري في اللفظ متخلف أنا ممكنه مش فاهم هو يدوبت الموبايل بالنسبة له ونفتح موبايل ورده على التليفون لكن ده على العكس ده الأب والأم مفروض تكنولوجياً يبعالين جداً لسبب صغيرة أنا عايز أرأي بإيه بني بيدخل يتفرج عليه بس من غير ما أقوله أن أنا برأبك إزاي أبقى فاهم لو هو مثلا معنا تليفون متطور أو سمارت أعرف إزاي أدخل أجيب الهيستري الولد بيعمل إيه ما دي الشطارة لكن الولد متقدم عني جداً وكل ما يجي يسألني على حاجة أقوله حبيب مش عارف أدخل أسأل أخوك الكبير اللي هو جوجل مع الوقت هيعمل إيه الولد خلاص أنا بالنسبة له فإحنا محتاجين للأب والأم يكونوا هم متطورين عشان يقدروا يكتشفوا مهارات ابنهم ويساعدوا الإبن ده إنه يدخل فين في الاتجاه الصح طيب إحنا عندنا فئة كبيرة دكتور وفئة مهمة جداً الحقيقة وهي الحرفيين الناس أصحاب المهارات الحرفية إزاي يقدروا يواجبوا كمان هذا التطور إحنا دلوقتي بنشوف أن الروبوت أو بنشوف حاجات كتيرة جداً من مصانع حتى وما كان مكينات في المصانع بتطلع الحاجة بالزبط بكميات كبيرة جداً في وقت أقل بتكلفة أقل لأن الحاجة الهانبيت طبعاً بتكون أغلى بتكون أشعارها أغلى طبعاً بكل تأكيد فعيزي عرف من حجي الحرفيين والناس اللي عندها حرف يدوية أو أصحاب حرف يدوية إزاي يقدروا كمان يدخلوا في المجال ده ويواجبوا المجال ده ولازم يتعلم لأنه أنا عايزة أقول لك حاجة صغيرة أنا حاجة معاك عربية والعربية دي البادي بتاعها معمول بشكل كومبيوترايز ده من خلال التكنولوجي لو تخبطت وروحتي لسام كارية عشان يردها لك على البارد أو أصحاب مستحيل هيطلع لك نفس الدزاين المعمول بي ليه؟ لأن الكمبيوتر لازم نعملها بنعملها بشيء حاجة اسمها الكاد حتى فيه حاجة المهندسين يدرسوا اسمها الأوتو كاد الكاد كمبيوتر ايد الدزاين أنه أنا بستخدم الكمبيوتر فيه يعمل كل حق الراجل اللي بيعمل جزم ده بشكل يدوي لازم فيه ما يقام يتعلم إزاي أعملها بشكل كومبيوترايز ده حتى دلوقتي أي حاجات البسيطة في رمضان الكنافة زمان كانت بتعمل بشكل يدوي دلوقتي فهو لازم يعرف أن الحرفة بتاعته هتتطور والتكنولوجي على فكرة مع الوقت بيخلي سعر المنتج أرخص لأنه بستغل عدد أقل من الناس فأنا ما زلت بعمل المنتج بشكل يدوي وشازي بيعمله دلوقتي بشكل كومبيوترايز بس ده مش ممكن يفقد للشيء برضو قيمته يا دكتور يعني دايما الحاجة اللي بتتعامل بالإيد شخص يعملها بالزبط بكلمة على حاجة تانية بكلمة على التحف أو ما شابه لكن أنا دلوقتي لو بصنع عربية لو أنا بصنع بدلة لأ أنا على عكس بالكمبيوتر هتطلعها بكمية أكبر وبتكلفة أقل وبديزاين أحسن لأنه نسبة الخطأ عند المكانة أقل بكتير من نسبة الخطأ عند البني آدم وعشان حك تطوري بني آدم حرفيا وتخلي إيده دي زي ما بقول عليها بتاعت زمان تتلفف حرير ده بياخد وقت طويل جدا وخبرة طويلة جدا فإحنا لازم نمشي مع التكنولوجي حتى في الزراعة دلوقتي التكنولوجي كلها دلوقتي بتطلع لي محصول أحسن بتطلع لي تكلفة أقل بتطلع لي كمية أكبر فلازم الناس تبقى فهمة الصين دلوقتي ليبي بنعتبرها أحد أعظم دول العالم عندهم فكرة الإيمان بالتكنولوجيا بشكل عنيف جدا وبعدين حك أي منتج تكنولوجي بيجي بينزل جديد أنا بأخد فيه سعر عالي ليه أنا متفرد عن اللي جنبي مش عاجبك ما تشترينيش لكن لو أنا بعملت المنتج بشكل يدوي مليون واحد ممكن يكون بيعمله فهي دي الفكرة إحنا لازم نفكر ونبص القيادة السياسية في الدولة دلوقتي بتقول أو بتهتمل فكرة التكنولوجي لازم بفهمين إن إحنا لو ما عملاش كده أنا ببرى التاريخ يعني دي حاجة مهمة جدا ومصر في الفترة الأخيرة بتاديت تتطور بشكل عنيف جدا في التكنولوجيا بس أنا عايز كمان أطور أقول للناس الأباء والأمهات لأنه هم اللي بيربوا الجيل الموجود فأنا عايز أعلم الناس دي يعني إيه تكنولوجي طيب دكتور رفض إيه ممكن يكون صعب على الروبوتات أنه هم يتعلموها يعني مهنة أو حرفة أو صناعة أو أي إن كان هيبقى صعب على الروبوت أنه يتعلمها أو يتقنها أو يعملها لا وفيش حاجة لأنه هو في آخر أنا بدخله البنات بتاعده بس هو في أوقات معينة في يعني هقولك حاجة مثلا يعني أنا كنت طبيب أساسي عملي مش طهل في الإدارة في الطب أنت ممكن تقرأ العملية في الكتاب لكن أنا أفضل أعف جنب واحد جراح قديم أتعلم منه عمل في حاجة اسمها الكلينيكال سينس الإحساس الإحساس ده مش موجود عند الروبوت موجود عند البني آدم يعني إحنا حتى لما بنيجي ناخد قرارات عندنا نوعين من القرارات القرار العقلاني ده المدني على المعلومات ده اللي يقدر يعملوا الروبوت وفي حاجة اسمها القرار بالحدث الحدث بتاعي اللي هو إيه الإحساس اللي هو الخبرة اللي هو المشاعة دي مش موجود عند المشين أو عند الروب دي موجود عند البني آدم يعني هو السنس في الآخر برد يعني هو اللي بيطلق عليه فكرة أنه حدي يعني حاسس بالوضع لأنه فعلا زي ما حديك قلت الروبوت هو بيدخل له معلومات بينفزها بحزفارها جحية وأنا اللي بدخلها كمان يعني أنا اللي بدخل المعلومات اللي هو بينتج لي منها حاجة في النهاية جحية طيب إحنا برضو عندنا نقطة مهمة جدا يا فندم بما أن حضرتك كلمت على استراتيجية الدولة والتوجه ونهو الرقمنة والتكنولوجيا بشكل عنيف فكرة كمان تدريب الموظفين وتأهلهم أن هم يقدروا يتعاملوا مع التكنولوجيا ويقدروا أن هم يواجبوا التكنولوجيا أننا بنحتاج دلوقتي بيانات دقيقة وبيانات موحدة عشان نقدر يكون عندنا كمان معلومات مؤكدة نقدر ناخد على أساسها خطة ثابتة فعايز أعرف من حضرتك يعني مدى أهمية الخطوة دي ومدى أهمية النقطة دي وإزاي ممكن نقدر ننفذها وسريعا لو حضرتك تقدر يعني بسرعة كده هي الفكرة محتاجة الشقين الشق الأول هو أننا يكون عندي مدربين عندهم القدرة على تبسيط المعلومات لأن التكنولوجيا مش حاجة سهلة للناس كلها وخصوصاً اللي عنده العشرين والتلاتين هم مش متعود على كده فأنا لازم أجيب له مدرب يكون عنده قدرة على تبسيط المعلومة كمان للأدوات لأننا بنعلم الناس بحاجة اسمها السيميوليشن يعني أنا عايز أعلم دكتور إزاي يستخدم رابط يبقى لازم أسمله سيميوليتر فلازم يكون عندي التكنولوجيا أو الأدوات اللي تساعدني فيها وكذلك قلت قبل ما نعلم مولادنا لازم إحنا كمان نتعلم دكتور رأفة يوسف أستاذ الإدارة والتخطيط شكراً جزيلاً لحضرتك